بالرباط تم توقع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بهدف إحداث فضائين للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بكل من جماعتي الرماني وولماز مشروع للفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير اللي هو كيدخل في شبكة الفضاءات اللي هي تم إنجازها عبر التراب الوطني واللي بلغ العدد ديالها إلى غاية اليوم 95 فضاء وكان من الضروري أن الجماعة دي الوالماس والجماعة دي الرماني أنها تحضع كذلك وتحتضن فضاء من هذا القبيل واتهم الاتفاقية الأولى تحديد أليات التعاون والشراكة لبناء فضاء للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بوالماس بتكلفة إجمالية تبلغ مليوني درهم تساهم فيها الجهة بمليون ونصف المليون درهم أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بإنجاز فضاء مماثل بالرماني بكلفة إجمالية تقدر بمليون وستمائة ألف درهم يساهم فيها مجلس الجهة بمائة ألف درهم وهذا فيه تكريم للناس ديال المنطقة اللي كانوا معروفين بالنضال ديالهم في الافطراء ديال المقاومة هي فضاءات فيها تكريم لهم وكذلك هي فضاءات لك تشكل مجالات النشاط الاجتماعي ديالهم والتقافي ديالهم وهي كذلك فضاءات لتعريف الأجيال الصاعدة بالطراءة المجيد ديالنا في المقاومة وتأتي هاتا الاتفاقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صيارة الذاكرة التاريخية الوطنية كما تأتيان في إطار الحفاظ على إرت المقاومة والتذكير بالجهود التي بدلها المقاومون في مواجهة القوى الاستعمارية